موسيقى وبالتغذي اليوم رح نحكي عن خميرة البيرة مع رند أديسي صباح الخير رند صباح الورد قادة كيفي؟ الحمد لله تمام يعني احنا ربما منسمع كلمة خميرة البيرة ولكن فعليا ما منعرف ايش هي خميرة البيرة اذا لها فوائد ما لها فوائد اوكي تمام هلأ اليوم رح نحكي عن فوائد خميرة البيرة وخاصة للأشخاص اللي حابة انها تزيد من وزنها الأشخاص اللي عندها مشاكل بالهضم الأشخاص اللي عندها مشاكل بتقبل الأطعمة المختلفة وخاصة الجديدة بالإضافة للأشخاص اللي بتعاني من مشاكل في حساسية أو مش حساسية هي عدم قدرة على تحمل سكر الحليب وقديش ممكن يستفيدوا من هاي الخمائر لنوضح شغلة بسيطة هي تسمى خميرة البيرة لأنه هي تستخدم كخمائر لتخمير الأغذية والأطعمة ولكن هي لا تحتوي على الكحول فهي بس اسمها التجاري خميرة البيرة ولكن هي بالحقيقة مصنوعة من مايكرو بايوتا فنقس بالعادة هي يعني خمائر طبيعية من الفنقس بتساعد كتير الجسم بإعطاء الجسم العديد من الفيتامينات المعادن بالإضافة للفوائد الغذائية ففي عنا اليوم رح نحكي عن فوائدها من ناحية زيادة الوزن مشاكل الهضم بالإضافة لعدم قدرة على تحمل سكر الحليب ولكن تنويه أنه هي ما بتحتوي على الكحول هي بس تسمى خمائر البيرة لأنها هي عبارة عن خمائر بروبيوتكس ورح نحكي اليوم أكثر عن فوائدها الغذائية تمام إذن هي خميرة زي كل الخمائر الثانية ولكن فوائدها متعددة وخاصة بما يخص الأشخاص اللي حابين أنهم يزيد وزنهم صحيح نعم صحيح هلأ بشكل عام غادة هاي الخمائر تعتبر بروبيوتكس إحنا لما بناخد بروبيوتكس بروبيوتكس هي عبارة عن بكتيريا بتكون تعيش بالأمعاء الغليظة وبتساعد على الهضم ليش خميرة البيرة صارت مشهورة من بين الأشخاص اللي عم بتحاول أنها تزيد من وزنها سيمبلي لأنه هاي البروبيوتكس هاي الخمائر الطبيعية بتعزز عملية الهضم بالجسم وبتحسن الهضم فأنا في بعض الحالات بيكون عندي ضعف بالوزن أو في عندي قصور في زيادة الوزن والسبب الرئيسي ما بيكون إلا في استهلاك الأكل بالعكس بيكون الشخص بياكل كتير بقولك طب أنا باكل بس ما عم بنصح بيكون السبب هو قلة في هضم الأطعمة صعوبة في تقبل هاي الأطعمة النفخة أو الأوجعمة بعد الأكل اللي بتخلي الإنسان يبعد عن تناول الأطعمة بشكل عام ورابعا ممكن يكون في عندي سوء بالهضم نعم فكل هاي المشاكل ممكن إنها تكون بسبب مشاكل بالجهاز الهضمي والألتمتلي بتأدي إلى إما صعوبة في زيادة الوزن مع استهلاك كميات كبيرة من الأكل أو بتأدي إنه ما بيكون في عندي زيادة في الوزن بدون استهلاك أكل فالشخص بصير يخاف من الأكل وما بيستهلكم بهاي الحالات إحنا بنلجأ للبروبيوتكس واللي هي مثل ما حكيت عبارة عن بكتيريا مايكروفلورا طبيعية بتكون موجودة بالأمعاء الغليظة وهاي البروبيوتكس بتساعد على عملية الهضم في بعض الحالات إحنا ممكن إنه نحنا ناخد اللي بريبيوتك واللي هو الغذاء اللي بيغذي البكتيريا لبروبيوتك ولكن خمائر البيرة تعتبر بروبيوتك فإحنا بنعزز من كميات البكتيريا النافعة اللي بتكون موجودة بالأمعاء الغليظة اللي بتساعد بشكل كتير كبير على تحسين عملية الهضم تمام طيب كمان استخداماتها رند ويعني كيف ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية وبطعمتنا بحيات إنه نستفيد منها بشكل عام هي خمائر البيرة وفيها نسب عالية جدا من المعادن وهذا الإشي اللي بيخلي الأشخاص يستهلكوها بكميات أكبر فإذا من نيجي نعدد المعادن اللي فيها فهي غنية جدا بالكروميوم وعادة الأغذية اللي إحنا بنتناولها ما فيها نسب كروميوم عالية والكروميوم يعتبر أهم المعادن للتحكم بنسب السكر بالدم فإذا الشخص كان عنده مشاكل فيه التحكم بنسب السكر بالدم فممكن يلجأ إلى خمائر البيرة فيها نسب جيدة جدا من البروتين الحديد البوتاسيوم الماغنيزيوم من ناحية المعادن نعم أما من ناحية الفيتامينات فهي فيها نسب عالية من البي فيتامينز ولكن ما عادة بي تولف فكمان الأشخاص ممكن ياخدوها كمكمل غذائي إذا كان في عندهم نقص بالفيتامينات بالمعادن أولا كان في عندهم صعوبة في زيادة الوزن كان في عندهم مشاكل بالهضم والآي بي أس بالأخص الرتبل باول سندرم كان في عندهم مشاكل بوجود بكتيريا معينة بالأمعاء مش قادرين يتخلصوا منها وبالأخص لكلوستريديوم دافسل وكمان ممكن يستفيد منها الأشخاص اللي عندهم صعوبة في تناول كميات كبيرة من الأكل بسبب أوجاع الأطعمة فهدول عادة أكثر خمس فئات رح تستفيد من استهلاكهم للبروبيوتكس اللي هو خمائر البيرة من ناحية زيادة وزن استرخاء بالأمعاء تحسين الهضم تحسين مستوى السكر أو معدل الفيتامينات والمعادن اللي بتكون موجودة عندي بالجسم نعم كيف تنصح الاستخدام؟ يعني لو فيه شخص هو اليوم عنده واحد من هذه المشاكل اللي ذكرتيها نصائحك للاستخدام كيفية استخدامها؟ هلأ بشكل عام هي احنا ممكن نلاقيها إما على شكل باودر فبنقدر نشتريها من الصيدلية هذا أهم إشيه لو سمحتوا ننتبه إنه احنا ما نجيبها من أي مصدر عادة السيدليات بتحتوي على الخمائر الطبيعية فإحنا منخاف عادة من الخمائر لأنه مرات بتكون ضارة أكتر من ما هي مفيدة نعم لأنها هي بكتيريا فممكن أنا عم باخد هاي البكتيريا أو هاي الفنقس بالطريقة الجيدة أو بالطريقة الخاطئة فيفضل إنه إحنا نلجأ للسيدليات لتكون مقبولة من منظمة الغذاء والدواء الأردني هاي أول شغلة بعدين باجي باخد أشكال مختلفة إما على شكل الباودر فأنا ممكن أضيفها على السلطات ممكن أضيفها على العصائر ممكن أنا أضيفها على كوب المي أو ممكن أخذها على شكل حبوب مكملة للغذاء نعم للأشخاص اللي حابة إنها تزيد من وزنها يفضل طبعا هي مش قاعدة أكيد رح تشتغل مع الشخص ولكن عادة الأشخاص اللي بتحب إنها تزيد من وزنها يفضل أخذ خميرة البيرة ما بعد الوجبة إحنا منخلص الوجبة بعدين مناخد حبوب الخمائر أو بودرة الخمائر هاي عشان تحسن من عملية امتصاص الأغذية اللي أنا تناولتها أما للأشخاص اللي عم تاخد خمائر البيرة لتحسن من نسب الفيتامينات المعادن أو نسب السكر بالدم بسبب نسب الكروميوم العالية أو عم نحسن الفيتامينات الفيتامينات المعادن ذكرناها الكروميوم ونسب السكر بالدم اللي بدها تحسن من مشاكل عدم القدرة على تحمل سكر الحليب أو مشاكل الهضم والبكتيريا ممكن ناخدها خلال اليوم فمش بالضرورة انها تكون مقرونة مع الوجبات عشان كمان ما تأدي الى زيادة امتصاص الاغذية وزيادة في الوزن فالوقت بيختلف ما بين النتيجة اللي احنا بنحصل عليها اذا كانت زيادة في الوزن او بس فوائد اخرى وكمان طريقة الاخذ لازم تكون باستشارة طبيب او اخصائي تغذية اكيد طبيب يعتبر افضل بهاي الحالات وخاصة اذا الشخص بياخد ادوية وناخدها بكمياتها الصحيحة اللي بتكون مذكورة على العبوة اللي احنا بنشتريها وما نزيد بالكميات لانه زيادة مش يعني فائدة نعم وعادة احنا بنستخدمها لمدة 12 اسبوع فقط لغير ف3 اشهر بعدين لازم انه احنا نوقف فترة معينة وبنقدر نرجع نبلش من اول وجديد نعم رند فيه كتير يعني حتى الكوليجين بقولولك بس 3 تشهر او 12 اسبوع فيه كتير يعني مكملات اذا بدك بس لمدة 3 اشهر كيف هل بيضلوا بيعملوا لعام كامل ولا كيف بتكون يعني ما هي المعادلة اللي لها خاص بال3 تشهر شوفي من ناحية الكوليجين احنا بنفضل انه على الاقل ناخد 3 اشهر بالسنة من الكوليجين ولكن اذا زدنا بالكوليجين فهو اكيد رح يكون ذات فائدة للجسم لحد معين طبعا مش زيادة اكتر من اللازم لانه مش رح اقدر استفيد منه لا من الخلايا ولا من الشعر ولا من الغضاري نعم اما من ناحية الخمائر هون الاهم غادة انه احنا عم نحكي عن خمائر فعم نحكي عن كائنات حية دقيقة نحنا عم ناخد اشي ممكن يعيش في الامعاء تبعي فيه وعن الجسم تبعي نعم زيادة كميات الخمائر اللي انا ممكن اخدها وبالاخص لبروباياتيكس اللي هي البكتيريا بحد ذاتها هون ممكن انا انتبه لانه زيادة اخذ هاي الاغذية ممكن تأدي الى مشاكل اكثر من فوائد فبالنهاية هي بكتيريا وانا ما بعرف شو نوعية البكتيريا اللي انا عم بحطها بجسمي اذا كانت بكميات عالية فيفضل انه احنا نلتزم بفترة المسموح لاخذ هاي الخمائر البروباياتيكس مثل خمائر البيرة اوكي لحدية 12 اسبوع لحتى انمي كميات البكتيريا الموجودة عندي بالامعاء ما بعد هدول 12 اسبوع بشتغل على بريبيوتك بريبيوتك هو غذاء هذا البكتيريا فانا اخدت البكتيريا بعدين بشتغل على اغذية بتنمي وجود هاي البكتيريا مثل الخضروات الفاكهة الحبوب البقوليات الالياف بشكل كتير كبير هاي كلها بتنمي وجود هاي البكتيريا وبتغذيها ولكن البروباياتيكس هي البكتيريا بحد ذاتها دائما منفضل 3 اشهر عشان ما نزيد نسب البكتيريا اللي احنا عم ناخدها ونخاف من كميات مرتفعة من وجود هاي البكتيريا عندي بالامعاء يعني البروباياتيكس هي البكتيريا ذاتها بحد ذاتها والبريبيوتك هو اكتشلي الغذاء للبروباياتيك مظبوط خلاص مظبوط طمام صحيح هلأ في شغلة اخيرة في عنا الاعراض الجانبية اللي ممكن الشخص يشعر فيها وهاي كمان لازم احنا نكون وعيين عليها عشان ازا شعرنا في هاي الاعراض نتوقف عن خمائر البيرة ومن اهمها انه ممكن الشخص يصير في عنده نفخة اوجاع في البطن شديدة يفضل انه نحنا نوقف هاي الخمائر اذا حسينا بهاي الاوجاع الصداع الشبيه بالميغرين كمان ممكن يتأدي الخمائر والسبب الرئيسي اللي حكين اللي انا دائما بحكي عنه اللي هو القوت برين بارير اللي هو التواصل ما بين الامعاء والدماغ عند الاشخاص هاي كمان دراسات كلها جديدة فلي بشعر بالصداع يفضل انه يبعد عنها صحيحية مليئة بفايتامين بي ولكن خالية من البي تولف فاذا عم ناخدها عشان نعزز البي تولف فخلينا لا نرجع نقيم اخذنا لخمائر البيرة واخيرا ممكن الشخص يشعر بضيق التنفس صعوبة البلع وهاي بتكون علامات على وجود حساسية من خمائر البيرة فبهاي الحالات كمان يفضل انه نحن ناخدها ما ناخدها تمام شكرا جزيلا رن شكرا